هذه أبرز العناوين المنتخب المغربي للفتسل يواجه إسبانيا والديانة يومي الثاني عشر والرابع عشر من الشهر الحالي استعدادا للمونديال أسكيتيوي يخرج بأول تصريح عن مواجهة منتخب إسبانيا وهذا ما قال نفاذ تذاكر مواجهة المغرب وإسبانيا وإقبال كبير على الرحالات إلى مارسليا الرجاء الرياضي يتعادل أمام البنزرة التونسي بهدف لمدله في أولى مبارياته الودية يواجه المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاهة منتخب إسبانيا في مبارتين وديتين في إطار استعدادات النخبة لنهائيات كأس العالم التي ستستضيفها أوزباكستان خلال الفترة المتراوحة ما بين 14 شتنبر و 6 أكتوبر المقبلين وأعلن الإتحاد الإسباني أن المباراة الأولى ستجرى يوم الاثنين ثاني عشر غشة الحالي على أن تقام المباراة الثانية يوم الأربعاء رابع عشر من الشهر ذاته بمدينة الريباط يشعر إلى أن المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاهة يتواجد في المجموعة الخامسة للمونديال إلى جانب منتخبات طجاكستان باناما والبرتغال نوه طريق سكيتوي المنتخب الوطني المغربي الأولمبي لكرة القدم بلاعبه بعد التأهل إلى نهائيات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الفين وارابع وعشرين بالفوز على الولايات المتحدة الأمريكية برباعية نظيفة يوم الجمعة الماضي بملعب حديقة الأمر بالعاصمة الفرنسية باريس وقال سكيتوي في كثير من وسائل الإعلام لدينا رجال جيدون منتخبهم والرأي الوطنية يحبون اللعب بجهود كبيرة من أجل إسعاد الجمهور المغربي ويخلقون روحاً في المجموعة لسبب واحد نحن سعداء بما حققنا في هذه الدورة الأولمبية ونسعد أكثر عندما نسمع السعادة في الجمهور المغربي الذي يقدم لنا دعماً لا مشروطاً وبخصوص اللعبة القادمة أمام المنتخب الإسباني قال طريق سكيتوي نطمح في المنتخب الوطني على نفس المصار والمبتغى أمام المنتخب الإسباني كتب التاريخ والوصول إلى نهائي ووصل المنتخب المغربي الأولمبي كتابة التاريخ في الألعاب الأولمبية لكن التأهل لنصف نهائي مصابقة كرة القدم بالفوز على ولايات المتحدة الأمريكية بربعها ليس هو الهدف الوحيد لدى المنتخب الوطني الهدف الأكبر هو حصاد ميدالية بالأولمبياد وسيواجه أشبال الأطلس منتخب إسبانيا المنتصر على اليابان في ربع نهائي الألعاب الأولمبية يشار إلى أن مباراة المغرب وإسبانيا في نهائي أولمبياد باريس 2024 ستجرى يوم الاثنين بملعب لدروم بمدينة مارسيليا الفرنسية وجدت الجماهير المغربية صعوبة بالغة في اقتناء التذاكر الخاصة بمواجهة المنتخب الوطني المغربي الأولمبي لكرة القدم ونديره الإسباني يوم الاثنين القادم في نصف نهائي دورة الألعاب الأولمبية الصيفية باريس وعلمت هسبورد من بعض الجماهير المغربية أن أعدادا كبيرة من المناصرين لم يجدوا التذاكر الخاصة باللقاء على المنصة الرسمية المخصصة للبيع وذلك بعض نفادها خلال فترة الماضية وأوضحت المصادر نفسها أن مشاكل مباراة المغرب وأمريكا تتكرر قبل موجهة إسبانيا في المربع الذهبي حيث بدأت أسعار التذاكر تتضاعف في السوق السوداء مع بداية الغد العكس للمباراة كما تعرف الرحالات إلى مارسيليا خلال الفترة الحالية إقبالا كبيرا من الجماهير الراغبة في حضور اللقاء سواء على متن الطائرة أو عبر القطارات والحفلات ما ساهم بعض الشيء في ارتفاع ثمن تذاكر الرحلات وينتظر أن تشهد مواجهة المغرب وإسبانيا حضورا جماهيريا كبيرا بملعب فيلودروم بمارسيليا يوم غدنا الاثنين كما حدث في المباراة الأخيرة للعناصر الوطنية في أولمبياد باريس الفين ورابع وعشرين تعادل فريق الرجاء الرياضي بهدف لمتله أمام فريق البنزرتي التونسي في المباراة الودية التي جمعت بين الطرفين يوم أمس نسبت في إطار الاستعدادات للموسم الرياضي الجديد وتدخل هذه المباراة ضمن المعسكر التدريبي الذي يخوضه الفريق الأخضر في تونس كما أنها تعد دول أولى تحت قيادة المدرب الجديد البوسني روزميرز فيكو قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم إسند مهمته دورة منتخب المغرب ونظيره الإسباني لحساب نصف نهائي الألعاب الأولمبية باريس الفين ورابع وعشرين إلى طاقم تحكيمي من أسباكستان ويتعلق الأمر بالحكم الأسباكي إلي جيتان تشيف الذي تم تكليفه بقيادة مباراة المغرب وإسبانيا بمساعدة مواطين أندري سابينكو وتيمور جينولين من شيئة أخرى سيتولى السويدي جلين نايويرز مهمة الحكم الرابع في حين تم تعيين مواطنه أندرياس كحكم خامس احتياطي وتجرى المباراة بين المغتخب المغربي الأولمبي ونظيره الإسباني يوم غدين الاثنين على أرض يتيم العفل دروم بمارسيليا انطلاقا من الساعة الخامس عصرا بتوقيت المغرب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر